الدين كله خلق من على عليك في خلقه على عليك في دينه يعني تقعد مع واحد من غير دينك هو أحسن منك أخلاقاً هو يعلو عليك في دينه حتى لو كان دينك صحيح لأنك أنت أساساً ما اتصفت بمواصفات الدين الصحيحة الدين كله خلق فإذا ما عندك أخلاق فما عندك دين هذا الشاهد في الموضوع أن السفير الياباني اللي موجود في السعودية أنا ما عارفه لكن كلمة حق أنا بأقولها وموضوع جاني وأبغى أشارككم فيه سأل سؤال عادي كان معزومه على عرس فشاف في بطاقة الدعوة أن اسم العروس مو مكتوب قال ليش ما تكتبون اسم العروس يبغي يتعلم ثقافتك يبغي يتعلم عاداتك في بعض الناس ما يكتبون اسم العروس لأنه يعتبر عار وهذا طبعاً أشد أنواع الجهل لو أيام الجاهلية ما كانوا يسوونها يعني حتى في أيام الجاهلية ما سووا سوات الجهال في زمننا هذا في بعض الناس انقسموا ثلاث أجسام في بعض الناس جاوبوا إجابة استراتيجية حلوة يعني يعلمون الرجال في بعض الناس قالوا انتقدوا المجتمع وانتقدوا العادات والتقاليد هذه المتخلفة وأنا معاهم وفي بعض الناس صاروا يحاولون يتنمرون على السفير يعني ترى عندكم تفكك أسري ترى عندكم كذا عندكم انتحار عندكم كذا هود ياباني هذا جاي يتعلم منك هذا يعتبر ضيف عندك هذا الضيف جاي يتعلم منك يا أنك تعلمه يا أنك تتركه لا تقدر تتنمر عليه وتطلع نقص عنده النقص أساساً عندك وفي عاداتك وتقاليدك الفاشلة أنك أنت تحسب اسم أمك واختك وزوجتك عورة وما تبغى تظهر هذا الاسم هذا أساساً منافي للدين حنا ناخذ عاداتنا وتقاليدنا من الدين الإسلامي ما ناخذها من الجاهلية والعقل المتخلف فأنا ما شفت اليابانيين في حياتي يعلقون على أحد مستحيل يعلق على أحد مستحيل يقول هذا طويل هذا قصير هذا جاكيتة وصخ هذا ملابسة وصخة هذا مثلاً أسود هذا أبيض اليابانيين ما يسوون هذا الشيء مستحيل يعني أنا هنا أبغى أتعلم شيء من ياباني مستحيل يقول لي والله أنتوا مثلاً تلبسون زوجاتكم حجاب أنتوا المسلمين كذا كذا مستحيل يسوون هذا الشيء واللي يقهرني أكثر أن رد السفير الياباني بهذه الطريقة وهذا السبب اللي خلاني أتكلم نشوفوا الرد هنا هو أساساً كان سفير في دولة العراق وصار في السعودية وغير كذا لغته العربية جيدة يقول خلال السنوات اللي أنا عايش فيها هذه أنا ما زلت قاصر في عاداتكم وتقاليدكم لكن يقول من خلال هذه التجربة أنا تعلمت شيء أني ممكن أنا أسأل سؤال بريء يوصل إلى نتائج غير محمودة من الجدل فأنا تعلمت أني أقول يا غريب كن أديب يعني حنا بدال ما نجذب لنا ونعلم وكذا عدد التعليقات السلبية عليه تضايق كثير منها اللي قاعد يطلع عليه الزلة حتى يدور عليه الغلطة باللغة العربية يدور عليه واحد يجيب له من المعجم يقول له ترى كلامك غلط قاعد يدور عليه زلة أنا هنا اللغة اليابانية ما أعرف أتكلمها بالعكس إذا أتكلم كلمتين والله العظيم احترام غير طبيعي اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة